اشتركوا في القناة وهي في الستين وهي ركبة الباص وفجأة الباص بيتحرك ويمسك ايديها شاب وبتحس انها مكسوفة وبتقول لنفسها انا في السن ده موقعتش في الحب ولو مرة واحدة ولما بترجع البيت بتلاقي جارتها بتتخانق معيها علشان القطة بتاعتها بتضيقها وبتحذرها ان القطة ما تجيش عندها تاني وبترجع سومي بيتها وبتتمنى ان حد من اهلها اللي ماتوا كانوا فضلوا معيها وبتروح تدور في البوم صور عائلتها وبتلاقي لوحة كبيرة القطة وبنعرف انها كانت بتخاف من الصورة دي وهي صغيرة وبتحاول تمسحها من الطراب ويديها بتنجرح وبينزل الدم على الصورة وفجأة الدم بيختفي وبتلاقي صورتها وهي صغيرة وبتفتكر وقتها كانت في السنوية وكان نفسها تدخل الجامعة بس والدها مناعها وقالها خليك يعملي شغل البيت وان التعليم مضيعة للبنت والبنت ملهاش الا المطبخ ولما بتفتكر الزكريات دي بتفضل تعيط وبتكون متأثرة بكل لحظة في تقارتها وفجأة بتسمع صوت بيقول لها ايه هي أمنيتك وبترد وهي بتعيت نفسي أدخل الجامعة وأعيش قصة حب زي البنات وبيقول لها حقق لك كل اللي بتتمني ولما بتقوم بتلاقي القطة في الصورة تحول لوحش وبيقول لها ان اسمه هوري وان هي أطلقت صراحه علشان كده عايز يساعدها ولما بيلاقيها خايفة منه هو قطة يتحول لإنسان وبيقول لها كده كويس علشان نقدر نتعامل بدون خوف وبيوعيدها انه هيساعدها وبتصحى سومي تاني يوم وأول ما بتفتحانيها أول حاجة بتعملها بتجري علشان ترمي الزبالة ولما بيشوفها العامل بيتحك وبيقول لها ازاي شابة أمر كده تلبس لبس قديم وبتعنس كبيرة وبتجري تبص في المراية بتلاقي نفسها بقت عندها عشرين سنة وزي الأمر وبتفضل تقول ايه اللي حصلي وبيظهر هوري وبيقول لها انا حققت أمنيتك ودلوقتي بقيت شابة واسمك بقى سومري وده وقتك علشان تعيش حياتك وما تسبيش لحظة تفوت منك وده كاهن المعبد وبيقول لولاده انه رايح يتطمن على سيدة في عمر الخمسة وستين وبنشوف سومري مش مصدقة نفسها انها بقت صغيرة وبيدخل عليها هوري يقول لها تفضلي مستنيها كتير تشوفي تجاعدك تاني ولا ايه ولما بتخرج بتلاقي هوري بيدور لها على هدوم تناسبها لما تروح الجامعة وبيروح رئيس المعبد يدور على بيت سومري وبيسأل عليها جارتها وبتقوله انها ما شفتهاش من كم يوم وممكن تكون تعبانة وبيطلب منها رئيس المعبد انها لو شفتها تقول لها تتواصل مع المعبد وتاني يوم بنشوف سومري بتروح الجامعة وبتكون من الفرحة مش مصدقة انها بقت شابة لدرجة انها بتجري مع الاطفال وبتلعب معهم ومن ناحية تانية بنشوف الشاب اللي قابلها في الباص بيتفرج عليها ومعجب بيها وبتيجي صاحبته ريسكا وبتقوله بتبص على ايه دي حتى هدمها قديمة ولما بترجع سومري البيت بتلاقي جارتها بتسألها على سومي وبترد عليها تقول لها انها قريبتها وهي مرتبكة وبيخرج هوري يصلح كلامها وبيقول لجارتها انهم اهل سومي وبيستخدم قوته الخارقة وبيخليها تكون لطيفة معهم بعدها بيدخل هوري وسومري البيت وبتلاقي جايب لها كل الكتب اللي هتحتاجها وبيقول لها نيمي علشان هتصحي تبدأي حياتك الجديدة وتاني يوم بتروح سومري الجامعة وبتكون لابسة نفس الستايل بتاعها وهي في سن الستين وبتلاقي البنت بيتطريقوا عليها لما بيشوفوها وبيخبط فيها شاب وبيعتذر لها وبيطلع نفس الشاب اللي شافها وهي بتتمرجح وكمان قابلها في الباص وده بقى اسمه ماشرو وبيتعرفوا وبياخدها وبيمشوا يروحوا المحاضرة مع بعض لانهم في نفس القص وبيقول لها ان اسمه ماشرو وبعض المحاضرة بيساعدها تعرف اماكن الجامعة ولما ريسكا بتشوفه من بعيد بتكون متضايقة انه ماشي مع حد غيرها وبيكون ماشرو لطيف معيها رغم ان الكل شايفها غريبة بعدها بنشوف ماشرو بياخدها وبيروحوا مطعم وبتيجي علشان تقعد الكل بيبص عليها علشان بتتعامل كأنها ستة عجوزة بعدها بشوية بتيجي ريسكا وبيتعرفوا على بعض وبعدها بنشوف سومري زمائلها بيقترحوا يحتفلوا معيها بأول يوم جامع عليها وبيروح يصهروا وعلشان سومري متعرفش في الأجهزة الحديثة ديست على الزرار وقفت الأغاني وبتدخل الحمام وبتلاقي البنات دخل وراه يضايقوها ورمولها شنطتها في الأرض وبيروح ماشرو يدور عليها مش بيلاقيها ولما بترجع سومري البيت بيقابلها هوري ولما بيلاقيها زعلانة بيقولها اعمل ايه علشان نفستك ويكون عندك أصدقاء وبتحكيله سومري ان كان عندها صديقة واحدة زمان مخلصة وفجأة بتجري سومري وبترجع نفس المكان اللي فيه زمالها وبيسألوها ايه رجعك تاني وبتقول لهم عندي أغنية لازم أقولها ولما ماشرو بيشوفها بيمسكها من إديها وبيقولوا طبعا غني براحتك وبتغني والكل بيعجب بصوتها وبيسقفولها وبتطلب منهم يكونوا لطاف معيها وتبقى صديقتهم وبترجع البيت وبنشوف هوري بيشيلها علشان رجليها ما توجعهاش وكمان علشان هو تحت خدمتها علشان فكت أسره ولما سومري بترجع البيت بتدخل الحمام وبيحصل حاجة غريبة وبتخليها تتحول لستة كبيرة تاني ولما هوري بيسمعها بتصوت بيقول لها استني أنا هتصرف ومن ناحية تانية بنشوف مدير المعبد بيدور على الناس وبنشوف هوري قاعد مع سومري وبيطمنها انه هيحاول يرجعها شابة تاني وبتقوم سومري تدخل الحمام وبتتحول لشابة تاني وبتخرج بتلاقي هوري بيقولها ان القط بتاعها جواه روح بتتحكم في التصرفات وانه روح القط دي جواها وبتتحكم فيها وفي نص الليل ممكن الروح تسيبها المدة ساعتين علشان القط بينام فيهم وتاني يوم بتروح سومري الجامعة بتاعتها وبيقابلها ماشرو وبيطلب منها رقم تليفونها وبتقوله انها معهاش تليفون بس تقدر تاخد رقم البيت وبيكون ماشرو مستغرب ان حد معهاش تليفون وبيروحوا المحاضرة وبنعرف ان زملتها اسمها تشياكي مختفية وبتروح سومري تدور على بيت زملتها بنفسها ولما بتقابلها بتقولها سمعت انهم هيتردوكي وجيت علشان اقولك تحضاري بعدها بتروح وراها النايت كلاب وبتنصحها ما تصارش بس تشياكي بتقول لها انا لو قاربتك مش هترقبني كده وبتسيبها وبتمشي بعدها بنشوف شابين بيرخيموا على سومري وبيحاولوا يعتدوا عليها بس تشياكي بتحاول تبعدهم عنها وبتنقذها منهم وبيوصل هوري وبينقذهم وبيهربوا وبترجع سومري البيت وبيكون معاها هوري وبتقابلهم جرتهم ومعاها كعك بس هوري بيصربها بطريقته وبعدها بيقعد هوري مع سومري وبيقول لها لازم تعمل صداقة في الجامعة وبتصل بيها ماشر ويتطمن عليها وبتكون مبسوطة وهي بتكلمه ولسه بتحكيره عن زملتها بتلاقي هوري بيقول لها باقي خمس دقايق وتبقى عجوزة لانها بتتحول من الساعة 11 بالليل للساعة واحدة وقت نوم القط وتاني يوم بتروح سومري مع ماشر وبيت زملتها تشياكي علشان يقنعوها ترجع الجامعة تاني وبتنصحها علشان ما ترجعش تندب وتاني يوم بتكون سومري ماشية وفي نفس الوقت بيكون مدير المعبد ماشي وبيشم ريحة غريبة ودي بتكون روح القط اللي جوه سومري وبيروح يسأل عليها جارتها وهنا بنشوف هوري بينصح سومري انها تقوي علاقتها بماشر علشان تعيش قصة الحب اللي نفسها فيها وبيقول لها تعمل كيكة شوكولاتة علشان يقع في حبها وتاني يوم بتروح سومري الجامعة ابل ريسكا وزميلها البنات بيتخنقوا معها وبيهددوها انها تقنع تشياكي ما تروحش الجامعة تاني وفي نفس الوقت بيكون مشرور سامعهم وفجأة بتيجي تشياكي وبتطلب من ريسكا تسمحها وانها ما تتعرض لهاش تاني بعدها بنشوف تشياكي بتطلب من سومري انهم يكونوا اصدقاء وبيكون مشرور مبسوط لما بيشوفهم وهنا تشياكي بتاخد سومري معاها بيتها وبتخليها تعمل لها كيكة عيد الحب وبتكون سومري قاعدة مع هوري في نص الليل وقوة القط بتتفاعل وبيكون كاهن المعبة تشايف زي نار ماشية في الجو وبيعرف انها قوة القط وتاني يوم بتروح سومري علشان تقدم كيك الشوكولاتة المشرو بس بتلاقي بنات تانية بتقدم له فبتقول لنفسها اكيد مش هتعجبه لانها تقلدية وبترجع البيت والدنيا بتنطر جامد وبعدها بيخبط البيب بتلاقي مشرو جاي يديلها محفظة بتاعتها لانها وقعت منها وبيخرج هوري يفتح له وبيعرفه بنفسه وبيقول له انه قريب سومري وبيقترح عليه يدخل يغير هدومه لحد ما الشيطة يخلص وبيقدمه له اكل وبعدها بنلاقي هوري جايب له كيك الشوكولاتة وبيقول له سومري عملته لك بنفسها والناس يتقدمه لك في الجامعة وبيكون مشرو مبسوط جدا وبيسيبهم هوري لوحدهم وفجأة والوقت بيسرقهم وهم قاعدين مع بعض وبتيجي الساعة 11 وبتحاول سومري تجري تستخبه قبل ما تتحول لستة عجوزة بس بتتكابل وبتقع في حضن مشرو بس بتكون تحولت خلاص وبنشوف هوري بيتصرف في الوقت المناسب وبيفصل الكهرباء وبتكون سومري قامت من غير ما يشوفها وبيدخل هوري يقول لمشرو ان حصل قطع كهرباء وبيتأسف له وبيقول له روح انت علشان الوقت متأخر وسومري داخلت الحميم مش هتخرج دلوقت وبعد لما مشرو بيمشي بيقعد هوري مع سومري وبيحكي لها عن حياة مشرو وبتستغرب انه عارف كل ده عنه وبيقول لها فاضل بس نتأكد من مشاعره وتاني يوم بتروح سومري الجامعة وبتعتذر لمشرو عن اللي حصل وبيقول لها عادي وبعدها بيطلب منها يروحوا مكان ألعاب مع بعض ومن ناحية تانية بنشوف كهن المعبد بيدور في أوراق قديمة وبيطلب من ابنه يروح معاه المعبد يوم الحد وبتروح سومري البيت وبتتكلم مع هوري وبيقول لها عادي يروحي معاه وتقابله بعدها سومري بتتصل بمشرو وبتقول له انها موافقة تخرج معي وبنشوف سومري بتروح تشتري هدوم وبتكون تشياكي بتساعدها علشان تبقى ستايل شبه البنات وبتكون سومري مشيا ونفس الوقت الكاهن مدير المعبد بيكون في الشارع وبتعدي من جنبه وبيحاول يرقبها وبتروح سومري تقابل ماشرو وبيكون معجب بيها بعد ما شكلها تغير في اللبس وبيخرجوا مع بعض وبيروحوا الملاهي وبيكونوا مبسوطين جدا وهي بتسأله عن أكلته المفضلة وحاجات تخصه ولما بيسألها عن هوري بتقوله انه مجرد قربها من بعيد وفجأة بتشوف هوري بيتمرجح وبتتخض وبتستأذن من ماشرو وبتروح لهوري تزعق له علشان ماشي وراها وفجأة بتيجي ريسكا وبيتجمع هم الأربعة بس ماشرو و سومري بيكونوا متضايقين علشان كانوا عاوزين يكونوا لوحدهم ومن ناحية تانية بنشوف كاهن المعبد بيعمل خطط هو وابنه علشان يوصل لسومري وبيقول لابنه شاكك في القطة السودة ان وراها تعويزة وبنشوف ماشرو بيدخل مع ريسكا بيت الرعب وسومري بتدخل مع هوري القط وبتكون خايفة جدا ولما بيخرج ماشرو وهو وريسكا بيقول لها ان ما كنتش عايز ادخل معاك لاني موعد سومري بس ريسكا بتحاول توقع بينهم وبتقول له ازاي خرج معاك وجايبة واحد بتقول انه قاربها وبتكون سومري لسه ما خرجتش من بيت الرعب وفجأة بترجع ستة كبيرة تاني وبتكون مخدودة بس هوري بيقول لها شكل حد بيعمل تعويزات لروح القطة من ورانا وبيخرج هوري لوحده وبيحاول يداري الموضوع وبيقول لماشرو يرجع البيت وما يقلاش وسومري هتروح لما ترتح لانها كانت خايفة وبيمشي ماشرو وهو متضايق مع ريسكا وبعدها ريسكا بتقول له انا حدث انهم كدبين وبتروح ريسكا علشان تجيب له دليل بتلاقي سومري في الحمام مستخبية وبتقول لها من وراء الباب انها بتكرهها واخدت منها مشرو حبيبها وفي نفس الوقت بيكون هوري بيحاول يرجعها شابة تاني علشان الموقف اللي هي فيه وبتروح ريسكا تقول للعامل يفتح الباب على سومري بحجة انها تعبان ولما بيفتح الباب بيكون هوري فكت تعويزة في نفس اللحظة وسومري بتخرج ولما كهن المعبد بيشوفها وهي بتجري بيعرف ان حد فكت تعويزة اللي عملها وبعدها سومري بتروح تعتزل لمشرو بيمسكها من ايديها وبيتمشوا مع بعض ولما بيكونوا الوحدهم بيعترف لها انه معجب بيها من اول مرة شافها وبنشوف كهن المعبد بيروح بيت سومري وبيقول لها انا اكتشفت كل حاجة ولازم اخلصك من هوري بس هوري بيستخدم التقنية بتاعته وبيخليه يكون هادي وبيقعوضوا مع بعضهم التلاتة وهوري بيفهمه انه بيحقق لها امنية كانت نفسها فيها وبعدها بيمشي الكاهن وهو مقتنع وبيتصل بيها ماشرو بس بتكون الساعة جات 11 وبينلاقي هوري بيرد بدلها وبعدها هي بترد عليه وبتقوله ان عندها برد علشان كده صوتها متغير وبتشوف الكاهن لما بيرجع بيته بيلاقي ابنه معاه بنت في البيت وطبعا بيهزقه ويتاني يوم بنشوف سومري وماشرو بيروحوا الجامعة وبيقعدوا جنب بعض في المحاضرة وبيكونوا مبسوطين بس ريسكا بتكون متغازة وجواها طاقة انتقام بعدها بتروح سومري مع تشياكي تشتري موبايل علشان ماشرو وبتشتريه وبتتعلم تتعامل معاه ازاي بعدها بتقرر تنزل تشتغل مع تشياكي في مطعم بعد الجامعة وبتلاقي تشياكي بتساعدها تتعامل ازاي ولما بترجع البيت بتحكي الهوري وبتقترح عليه تجيب هداية لماشرو شان تتقلم علشان بتعطو مقطوعة بعدها ماشرو بيبعت لها الرسائل وبتكون فرحانة لان اول مرة تعرف حوار الرسائل ده وديني يوم بتروح الجامعة وماشرو بيعلمها ازاي تستخدم الموبايل وبيتصور معاها صور حلوة ولما بترجع بتلاقي الكاهن مستنيها وبياخدها يشرح لها روح القط كانت محبوسة ليه كل المدة دي وبيحذرها من هوري وبعدها بترجع سومري البيت وديني يوم بتروح سومري الشغل بتاعها بتلاقي ماشرو صاحبه راحيم يأكلوا عندها ويبارك لها على شغلها الجديد وبتتفاجئ ان ريسكا اللي بتكرهها جاية وراهم المطعم ولما صاحب المطعم بيلاقي فيه زباين كتير بيطلب منها تشتغل ساعات اضافية بس هي بترفض علشان لو جيه عليها الساعة 11 بالليل هتتحول وبتكون مش عارفة تتصرف ازاي لانه فضل يلح عليها وبيكون فاضل 10 دقايق وبتحاول تمشي قبل الوقت بس مش بتلحق يدوب بتدخل الحميم وبتتحول لستة كبيرة ولما بتخرج بتلاقي مشو مستنيها بس بيسألها وبيقولها مشوفتيش بنت شغالها هنا اسمها سومري وبتقوله ده جالها ظروف طريقة وروحت البيت ولما بيتحقق من شكلها بيقولها شكلك مش غريب عليها احنا تقابلنا قبل كده وهي بتنكر وبتسيبه وتمشي وبيروح هوريكا العادة ينقذها من الموقف وبيخليها تخرج وهي خارجة بيكون مشو واقف برا وبتعدي من جنبه عادي وبترجع البيت ويتاني يوم بتروح سومري الجامعة وبتكون عاوزة تقدم الهدية اللي جابتها المشو بس بتيجي ريسكا بتاخد منها الهدية ترميها عا الارض وبتهددها تبعد عن مشو وبتهزقها بعدها سومري بتروح الشجل بتاعها وبتلاقي مشو باعت لها رسالة انه متحمس جدا للشجل بسببها بعدها بتلاقي طفل صغير دخل المطعم وبيخبط فيها وبتدخل جدته علشان تعتزل لسومري بس الجريب ان الجدة دي بتعرف سومري وبتقول لها انت شبه سومري صحبتي من ايام المدرسة بس طبعا انت شبه صغيرة وانا جدة اكيد الشبه بس وبتعتزل لها وبنشوف سومري بتتأثر جدا لان دي فعلا صديقة عمرها وكان نفسها تعيش حياة عادية زيها وتحب ويكون عندها عيلة واحفاد بعدها بتمشي سومري وبتكلم ماشره ولما بيتقابله بتديله الهدية وبتقوله انها عملتها بنفسها وبيكون مبسوط بيها جدا وبتعترف له بحبها وهو بيكون لطيف معاها وبيقول لها مش هستغنى عنك ابدا وبترجع سومري لبيت وبيكون هوري مستنيها وبتحكيله على اليوم وبيقول لها لما تحقق يباقي حلمك انا هتحرر انا وشخص تاني وبنعرف ان الشخص تاني قطة هي خطيبة هوري محبوسة داخل لوحة علشان كده مصمم يحقق لسومري حلمها علشان يتحرر هو والقطة خطيبته ومن ناحية تانية بنلاقي الكاهن قاعد بيدور على حاجات واكتبات بعدها بتروح سومري بيت ماشره علشان الكلبة بتاعته ولدت وقال لها تروح تتفرج عليهم وبينزلوا مكان الكليب وفجأة لوحة بتتهز جامد في المكان وبيقع منها قطة بتتحول لبنت وبنشوف البنت اللي ظهرت فجأة بتستخدم قوتها من عينها وبتنايم ماشره وبتقرب على سومري وبتقول لها زي ما توقعت ريحة هوري خطيب فيكي وبتقول لها ان اسمها يوكي بعدها يوكي بتقول لها ما تقلقيش ماشره هيفوق مش هيفتكر اي حاجة من اللي حصلت ولما بترجع سومري البيت بتاخد يوكي تعيش معاها في البيت ومع هوري وبيكون تصرفاتها زي العفارين حتى في الاكل عكسه هوري ولما هوري بيشوف تصرفات يوكي بيقول لها ليه انت تتصرفي كأنك انسانة لحد ما نخلص عقد الاتفاق بينه وبين سومري ويتحقق امنيتها بس يوكي بتتعصب عليهم وبتسيبهم وتمشي بعدها الباب بيخبط وسومري بتفتح بتلاقي ماشره بيعتزل لها علشان نام وهي عنده وبيحضنها ولما هوري بيشوفهم بيقول لهم خدوا راحتكم اما ماشره بيتحرج وبيستأذن ويمشي وبنشوف هوري بيقول لها شفتي القدر خلي خطبتي يتفكى اسرها وكمان في بيت حبيبك وبيقول لها ان العقد اللي بينهم لسه ماكملش وفي شوية لقبطة وتاني يوم بتروح سومري الجامعة وبيطلب منها ماشره يروح يتزحلق على الجليل وبتوافق وهوري بيدعمها كالعادة اما ريسكا بتكون متغازة هي وصحابها ولما يوكي بتشوفهم بتحاول تتخانق معهم بس هوري بيروح يتأسف لها وبيقول لها ارجعي على البيت ولما بترجع يوكي البيت هوري بيصالحها وبيحضنها وبتدخل عليهم سومري هي وجارتها بس جارتها بتتخض من شكل يوكي وبيغم عليها وتاني يوم بتروح سومري الرحلة مع ماشره وبتكون وغدة معها اكل ولما بيوصلوا بيتزحلقوا مع بعض وسومري علشان اول مرة تجرب بتقع كتير وماشره بيحاول يطمنها وبتجرب لحد ما بتتعلم بس فجأة ماشره بيحس انها تعبانة وبيقول لها تعالي ناخد بريك وبيرجعوا الفندق وبتكون سومري قاعدة في الكافية وبتلاقي قفازات وبتسأل على صاحبها وبتطلع بتاعة شاب وبياخدها منها بعدها ماشره بينادي عليها وبيمشوا وبيروحوا يتعاشوا مع بعض وبيكون جايب لها سلسلة هدية وبتكون مش مصدقة انها مبسوطة للدرجات دي ومع حبابها وبييجي الليل وبيروحوا يكملوا تزحلق على الجليد بس سومري بتقول لماشره هتروح تشير السلسلة لحد ما هو يدخل الحمام وبنشوف ماشره بيلاقي طفله بيتكعبل وبيقع وبيسأله على مامته في نفس الوقت بتكون سومري مستنية بره وبييجي الشاب اللي رجعت له القفزات وبيقول لها انتي مستنية حبيبك صح وبيكذب عليها وبيقول لها انه بيتزحلق علشان تروح معي وبتروح سومري مع الشاب ده في نفس الوقت بيخرج ماشره يدور عليها وبنشوف لما سومري بتوصل مكان الجليد الشاب بيقول لها انا جبتك هنا علشان عجباني بس وحبيبك مش هنا بس سومري بتزعق له وبترجع لوحدها وفجأة بتيجي الساعة 11 وقبل ما تخرج من جمل الجليد بتتحول لستة كبيرة وبتكون هتقع من على الجمل وبتنادي على اي حد ينقذها في نفس الوقت بيكون ماشره يدور عليها وبيقول لفريق الانقاذ يدور عليها وبيكون تعبين وبتكون سومري وسط الجليد بتعيط وبتقول يا ريتني ما تمنى تكون شابة وبيوصل هوري في الوقت المناسب كالعادة بينقذها من التلج لان التقص بيكون سيء ولما بيوصلوا الفندق بيكونوا الساعتين فاتوا وبترجع شابة في العشرين تاني ولما بتفوق بتلاقي ماشره جنبها وبتحكي له ان الشاب اللي رجعت له القفزات دحك عليها وقال لها ان ماشره مستنيها هناك وماشره بيقول لها اوعي تسقي في حد غريب تاني وبترجع سومري بيتها وتاني يوم بتروح سومري وماشره الجامعة والدكتور بيطلب منهم يعمل دورات تدريبية وبنلاقي سومري بتقول انها تعمل بحث عن الافلام بما انها كانت بتتفرج كتير طول حياتها بعدها بتروح سومري شغلها اما ماشره بيروح يقابل هوري علشان يعتذله انه سومري كانت في خطر في مكان الجليد وهو مقدرش يساعدها وقتها وبنلاقي هوري بيطلب من ماشره انه يفضل جنب سومري للابد وبيوصيه عليها وفجأة ماشره بيتعب وبيكون هوري قلقان عليه جدا بس ماشره بيطلب منه ما يقولش لسومري انه بيتعب علشان ما تقلقش ولما بيرجع هوري لبيت بيكون زعلان ان ماشره تعبان وفي نفس الوقت مش بيقدر يقول لسومري وتاني يوم بتروح سومري الجامعة وبتلاقي ماشره ما جايش وبتكون قلقان عليه انه مش بيكلمها حتى وبتروح ريسكا تقول لسومري انت ازاي مرتبطة بماشره ما تعرفش حاجة عنه وبعد الجامعة بتروح سومري علشان تطمن على ماشره وبتلاقي يوكي خارجة من بيته ولما سومري بتشوفها بتقول لها انت بتعملي ايه هنا وبتعرف منها انها شغالة مدبرة منزل في بيت ماشره علشان تبين انها انسانة وبتقول لها انه كمان تعبانه في المستشفى وبتروح سومري للمستشفى علشان تطمن عليه وهي خارجة يوكي بتكون عاوزة تقول لها ان مرض ماشره خطير بس هوري بيوصل وبياخد سومري ويمشي بعدها بتقعد معاهم يوكيو بتقولهم إنه ماشرو عنده مرض القلب وممكن يموت أي وقت وهوري بيوعدها إنه هيساعد ماشرو إنه يعيش وبنعرف إنه هوري ضحى بنص حياته علشان سومري تكون مبسوطة ومستعد يضحي بنص التاني علشان ماشرو وبنشوف سومري بتقول لهوري إنها مستعدة ضحي في حياتها وترجع لعمر السنتين تاني بس ماشرو يعيش ويكون صحيته كويسة وتاني يوم بتروح سومري الجامعة وبتلاقي زميلها بيسأله عن ماشرو بتقول له منه تعبان وهنا بتروح سومري بيت الكهن وبتطلب منه يساعدها وبتحكيله إنه هوري ضحى بحيويته علشان يخليها تحقق أمنيتها وتاني يوم بتروح سومري تزور ماشرو في المستشفى وبيكون لطيف معيها وبيفضل ماسك إيديها وبيتعب وهي معي بس بتطمنه إنه هيكون كويس قريب بعدها سومري بتوصل البيت وبتطلب من هوري ساعدها تنقص حياة ماشرو وتاني يوم بالليل بيروح هوري ومعاه سومري المستشفى وبنلاقي هوري بيقول لسومري تجمع كل طاقتها في نفس واحد علشان ياخد من طاقتها يحطها في جسم ماشرو عن طريق قبلة الحياة بس بشرط ترجع عجوزة تاني وبتدخل سومري لماشرو وهو نايم وبتقول له بحبك وبتبوسه وبتدي له طاقتها الشبابية وبتخرج وهي في سن الستين بعدها بيفوق ماشرو والدكاترة بيقوله إنه حصلت له معجزة وبقى سليم تماما بعدها بكم يوم بيرجع ماشرو الجامعة وكله حيوية ولما بيسأل على سومري بيعرف إنها بقالها إسبوع ما رحتش الجامعة وبنشوف ماشرو بيروح على بيت سومري واللي بيفتح له البيب هوري وبيقوله سومري مش عاوزة تقابل أي شخص مهما كان هو مين وبيرجع ماشرو البيت وهو حزين علشان سومري تغيرت فجأة ورفضت تقابله وفي نفس اليوم بالليل بتتصل سومري بماشرو وبيقول لها صوتك متغير ليه بس هي بتقوله عندي برد وبيسألها هي زارته في المستشفى بالليل وبسيته بس هي بتنكره وبتقوله لأ طبعا هدخل ازاي بالليل وبتقوله إنها عاوزة تنفصل عنه وكل واحد يروح لحاله وبتعترف له إنها جدة في عمر الخمسة وستين وإنها مش مناسبة ليه وهو بيكون مصدوم يعيني وعنده حالة زهول وبيفتكر كل حاجة تثبت له إن دي تصرفات شخص قديم بطبعه وبتقفل السكة معي وبتفضل تعاية بعدها بنشوف ماشرو بيجري على بيت سومري يخبط بكل قوته علشان تفتح له وبينلاقي هوري بيفتح له البيب وبتدخل سومري وهي في الستينات وبيكون ماشرو مصدوم وبعدها هوري بيحكي له إنه في الأساس قط متوحش بس سومري فكت أسره علشان كده حاول يحقق لها أمنيتها وتكون شابة وبيقوله إنه سومري إدت له منطقتها علشان ما يموتش بعدها سومري بتطلب من ماشرو تتماشى معاه وتحكي له كل حاجة وبترجع سومري لبيت وبتقول له هوري إن كل شيء انتهى بينها وبين ماشرو وهي منهارة وتاني يوم بيروح ماشرو الجامعة وبيكون سرحان وزميله بيقولوله طبعا سرحان في سومري وريسكا بتقول أحسن إنها مش جاية بس ماشرو بيزعق لها بعدها بيوم بتروح تشياكي وزميلها بيت سومري تسأل عليها وبتقابلهم سومري وبتقولهم إنها جدتها وبيدولها ورق تسليم فيلم هي كانت بتجهزه وتاني يوم بتصحى سومري تنظف البيت وبتلاقي جواب ولما بتفتحه بتلاقي فيه تهنئة بعيد ميلادها من ماشرو رغم إنها تمت الستة وستين من عمرها وبتلاقي هوري بيقدم لها هدية علشان عيد ميلادها ولما بتفتحها بتفرح بيها جدا لما بتلاقيها دبوس الشعر اللي بيناسب الشباب وبيقول لها ليك عندي هدية تانية وبيحكي لها إنه امتبع حياتها من وهي طفلة لما كان محبوس جوا اللوحة الخشب وكان بيشوفها وهي بتعايت دايما وكان بيتمنى يشوفها مبسوطة وبيقول لها لازم اضحي ورجعلك شبابك تاني بس هي بتتعصب عليه وتقوله مستحيل تضحي علشاني وهو بيصمم يديلها كل طاقته مهما كانت النتيجة حتى لو حياته هتنتهي وفجأة هوري بيديلها كل طاقته ولما بتصحى سومري بتلاقي نفسها رجعت عندها عشرين سنة تاني وأول حاجة بتعملها بتفضل تدور على هوري وبتكون قلقانة عليه وبترجع البيت مش بتلاقيه وبتروح ليوكي علشان تساعدها يلاقوه وهنا يوكي بتقول لها اللوحة زي ما هي معنى كده انه ممكن يكون عايش لسه وبتيجي الساعة 11 وهم بيتكلموا وبتتحول سومري لست عجوزة وبتعرف ان عهدها مع هوري لسه ما انتهيش وبتقرر انها تتحدى اي حاجة تواجهها علشان تكون سعيدة وكمان تحافظ على حياة هوري وتاني يوم بترجع سومري الجامعة وتشيوكي لما بتشوفها بتفرح جدا وبتقابل مشروب تحكيله على اللحظة وبنشوف مشروب يقول لها انه هيروح يدرس في بريطانيا لمدة خمس سنين وبيفوت خمس سنين فعلا وبنشوف سومري بتشتغل في شركة وبتعيش حياة جديدة بعد التخرج وبتتعرف على اصدقاء تانية وكل يوم لما تيجي الساعة 11 بترجع البيت قبل ما تتحول وكل يوم وهي في الشغل صاحبتها بتقول لها لازم ترتبطي هتفضلي مستنيه حد سبك من كم سنة وفي يوم هي وصحابها في الشغل بيروحوا يصهروا مع بعض وبتشرب معاهم مسكي وبتكون مش عارفة تركز زيهم لانها اول مرة تشرب بس بنلاحظ ان في نفس المكان تمثل قط اسود وبتقوم علشان تدخل التوالدة علشان تفوق فبتتكابل في شخصه وبيطلع مشرو وبيقعد مشرو مع اصدقاء سومري وبيتعرفوا كلهم على بعض والغريب ان مشرو بقى يعامل سومري على انها مجرد صديقة عادية وبتفضل تشرب لحد ما تذكر خالص ولما مشرو بيلاحظ بيقول لها شكلك تعبينة وبيقرب عليها وبيقول لها الساعة قربت تيجي 11 ولازم ترجع البيت وبياخدها مشرو علشان يوصلها للبيت وهو ماشي بيلاقي عربية وبيكون راكب فيها هوري ولما بيشوفه بيتصدم بس بيتخفى منه وبتكون سومري مش حاسة بنفسها وبيشيلها يوصلها للبيت عنده وبتتحول وهي في السكة ولما بتسحى سومري بتلاقي نفسها في بيت مشرو وبتلاقي نايم على الارض وبتصحي تعتذل عن اللي حصل وبتتفاجئ انه لسه محتفظ بالمقلمة الهدية اللي كانت قدمتها له زمان وبترجع سومري بيتها وبتفتح الدرج بتلاقي السلسلة اللي كان ماشرو جايبها لها أول هدية وبتروح تقعد مع تشياكي ساحبتها وبتقول لها أكيد علاقتك بماشرو عد عليها خمس سنين وأكيد بقت ذكرى وبترجع سومري البيت وهي زعلانة وفجأة بتيجي جارتها طايت وتقول لها جزها ضرابها وبتقول لها هنم معاكي بعدها الباب بيخبط وجوز جارتها بيجي وبيصهاروا معاها في البيت وبتكون مش عارفة تمشيهم ازاي بس في الآخر بيتصلحوا وبيمشوا على بيتهم وبنشوف ماشرو بيتصل بسومري وتاني يوم بتروح تقابله وبتيجي بنت طالبة عنده اسمها مومي تاخده وبيمشي معاها بعدها بيروح ماشرو يقعد مع سومري في كافي وبيعتذر لها وفجأة سومري بتشوف شخص شبه هوري وبتجري وراء وبيفضلوا يدوروا عليه وبيلقوه وبيحاولوا يتكلموا معايا بس هوري بيقول لهم أنا مش فاضلكم ويا ريت ما نتقابلش تاني وهما ماشيين بتيجي مومي تتخانق مع سومري علشان غيرانا منها وبترجع سومري البيت وبتفتكر كلام هوري وبنشوف سومري أنتجت أول فيلم ليها وبيصوروا على البحر وبتكون مومي قاعدة معاها وهي بتصور وشكلها مكتئبة بعدها بتروح سومري تدور على مومي وبتلاقيها ماشية جوه البحر وهي بتعايت وبتقول لسومري شمعنا أنت شغالة حاجة بتحبيها وماشروا بيحبك وانا لأ وبتحاول ترمي نفسها في المياه بس سومري بتنقذها وبيوصل ماشروا ينقذهم هما الاتنين ولما بتخرج سومري بتقول لها مش أنت الوحدك اللي حياتك نقصة كلنا حياتنا مش كاملة بس بنسعى أننا نكون أحسن وبتحضنها وبنشوف ماشروا سومري بيوصل مومي للبيت وبيقولوا لها لازم ترجع مدرستها تاني وبنعرف أن ماشروا اختار يكون مدرس علشان يقرب من الطلبة ومشاكلهم علشان كان عجبه قصوب سومري في التعامل وبيقول لسومري أنا متقبلك زي ما انتي وبيعرض عليها أنهم يتجوزوا بس سومري بتقوله ده مستحيل علشان هزلمك معي لإني مش طول الوقت الشابة العشرينية اللي انت حبتها وبتقوله انسى الموضوع وبترجع البيت بتلاقي يوكي في البيت وبتكون فكريها هوري وبتعد يوكي مع سومري وبتقولها هوري هيفهمك بنفسه سبب اختفاءه وبيروح الكاهن يزور سومري هو وابنه وبيعرفوا أن اللوحة متغيرة وبتروح سومري مكان التصوير وبتقابل ممثلة كبيرة وبتطلب منها شاي بابونج هنا سومري بتجري علشان تعمله بنفسها وهي ماشية بتتحاول لإنها بتكون مش حاسة بالوقت وبتخرج تجيب الشاي وبتتصل بصحبتها تخرج تجيبه منها بس البنت بتخرج مش بتلاقي جرسة عجوزة وهنا هوري بيوصل في الوقت المناسب وبياخد منها الشاي وبيقول صاحبتها أن سومري سبت لها الشاي ده وتعبت ورحت المستشفى وبيستخدم قوته بالعين مع البنت علشان تقتنع بس بعدها هوري بيتعب وسومري بتجري عليه وبيقول لها بقى لي خمس سنين صحتي ضعيفة وأول مرة استرجع قوتي بس تشكل صحتي راحت وبنعرف أن روح القطة في جسمها بدأت تضعف عن الأول من يوم لما هوري رجع لها شبابها تاني بكل قوته الروحية اللي في جسمه بعدها بترجع سومري الشغل وبتلاقي المخرج بيقول لها إيه اللي عملت لي ده علشان إنه ممثلة مش يتضع علينا وبترجع سومري البيت وبتتحول لستة عجوزة بس بيكون كده مرتين في اليوم وبتفتكر كلام هوري وهو بيقول لها ممكن روح القطة تنسحب منك أي وقت وخدي حذرك بعدها بنشوف هوري بيروح يقاب الماشرو وبيشكره أنه فكر يطلب الجواز من سومري وبيقوله أنها هتفضل ذكرى جميلة في حياتها بس ماشرو بيستغرب وبيقوله ليه ذكرى وهوري بيقوله علشان أنت ما فكرتش غير في نفسك في الأول وسفرت كملت دراسة برق وسبتها لوحدها رغم أن وصلتك عليها وهوري بيأكد له أنه ما بقاش ينفع يكون معاها علشان هي ممكن تفضل في سن السبعين وما ترجعش الشابة وهو مش هيتحمل يعيش مع واحدة في سن جدته وتين يوم بتشوف سومري بتروح تعتزل للممثلة عن اللي حصل وفجأة الشاي بيتدلق على الممثلة بس سومري بتقول لها ما تقلقيش وبتاخد هدومها وتنظفها والممثلة بتكون منبهرة بشطارتها بعدها سومري بتقدم للممثلة حلويات اعتزار عن اللي حصل منها قبل كده وبييجي خبر للشركة اللي شغالة فيها سومري أن الممثلة وفقت تعمل إعلان للمنتج بتاعهم بسبب شطارت سومري وبتروح سومري تصهر مع صحابها وبيسألوا على ماشرو بس سومري بتقول لهم هو شغال في مدرسة ومشغول مع الطلبة وفجأة زميلهم بيقولهم أنه ماشرو هيتجوز بنت والده اخترها له وبتكون سومري مصدومة وبتخرج علشان تمشي بس ريسكا بتروح وراها وبتقول لها بعد السنين دي كلها بتفكري فيه وبتنصحها تبص لنفسها وبترجع سومري البيت وبيكون جهة وقت تحولها وبتدخل البيت في نفس اللحظة بتتحول وبتدخل وراها جارتها وبتستغرب أنها شافت سومري الشابة دخلة ودلوقتي سومي العجوزة وبنشوف جارتها بتعاملها كويس عكس الأول وبتقول لها إحنا جرين ملناش غير بعض وتاني يوم بتروح سومري الشغل وبتكون مش مركزة بتفكر في ماشرو وأنه هيتجوز حد غيرها بعدها بتروح تحضر مكان للتصوير للإعلان في نفس الوقت بيكون ماشرو بيقابل العروسة وبيتعرفه على بعض والعروسة بتسأله ليه بقيت مدرس وقتها بيفتكر سومري ومن ناحية تانية بنشوف هوري ويوكي بيروحوا لسومري الشغل وبيقولوا لها أنت لازم تروحي لماشرو تعترفيه بمشاعرك قبل ما ياخد قرار غلط وبتجري سومري وبتسيب كل حاجة علشان تروح لماشرو وقاول لما بتوصل بيته وبتكون تحولت لست عجوزة وهي مش واخدة بالها وبتدخل تقوله أنها بتحب وموافقة تتجوزه وهو بيخدها من إيديها وبيمشوا مع بعض والعروسة بتكونها تتجنن أن ماشرو بيحبه واحدة في سن السبعين وبنشوف سومري وماشرو بيركابوا العربية مع بعض وفجأة بتبص سومري في المرية بتلاقي نفسها عجوزة وبتكون مش حاسة بنفسها أنها تحولت وبيخدها ماشرو بيقول لها عادي ما تقلقيش هترجعي تاني بعدها هوري بيوصل وبيقول لهم روح القطة ما بقتش موجودة جوه سومري ومن دلوقتي مستحيل ترجعي شابة تاني ومعنى كده أنه هوري هيرجع يتحبس جوه اللوحة تاني وبيكون ماشرو واقف مصدوم وبنشوف سومري بتعتذر لماشرو على اللي عملته طول الفترة دي وبتقوله أنها حبته بجد وبتودعه علشان تروح تعيش حياة الجدة وبتتفجئ أن ماشرو بيقول لها مش هسيبك تضيعي مني أنا ما يهمنيش السن أهم حاجة أنك بروح سومري وبيقدم لها ختم الجواز وبيقول لها أنه بيحبها ولسه بيحضنها بنلاقي بتحصل طاقة كونية وفجأة سومري بترجع شابة تاني بس المرة دي مش هترجع عجوزة تاني لأن العقد بينها وبين هوري اكتمل وكل واحد هيعيش حياته زي ما هو بيتمنى وأخيرا سومري بتتجدد حياتها تاني من بداية الشباب وبتتجوز ماشرو وبيعيشوا مع بعض وهنا بيخلص المسلس أشوفكم بقى في ملخص جديد سلام